هي عملية جراحية دقيقة أولى من نوعها أجريات في منطقة مركز حركة الأطراف بالدماغ لاستئصال ورم يبلغ حجمه 5 سنتيمترات من جمجمة مراهقة تبلغ من العمر 17 سنة في بادرة أولى من نوعها بالقطاع العمومي أمنها المستشفى الجامعي فطوم بورقي باب المونستير بعد تعاون طاقم طبي تونسي 100% من القطاعين العام والخاص باعتماد طريقة حديثة في التبنيج جعلت المريضة في حالة يقظة أثناء العملية وباعتماد تجهيزات وفرها القطاع الخاص لتكلل العملية بالنجاح ودون أي مضاعفات صحية للمريضة العملية هذه صارت نهار جمع ليفاتت في مستشفى فطوم بورقي باب المونستير في قسم جراحة الأعصاب وعلى بني عمرها 17 سنة وبالتنسيق مع فريق طبي زادر جاءوا من تونس من القطاع الخاص وعملناها مع بعضنا في ناكولابوري انسامبل وهي معناتها الخصوصية متاع العملية هذه المريضة كانت فيقة في وصل العملية في يقظة خطر الورم هذه كان في مكان متاع حركة اليد والساق ومعناتها بالطريقة هذه حاولنا نتفدي وشلل بعض العملية فمشكورين معناتها بالأخص الفريق باللي جاء عاونا وهو عمل عدة عمليات في نصحة خاصة أما في القطاع العمومي هذه أول مرة تصير في المونستير ظافرة الجهود لكل ما بين القطاع الخاص والقطاع العام اللي الحقيقة احنا في تونس نفخروا بكفاءاتنا واني فيار وفاخورين بالحق بالحق اللي عنا كفاءات في النفو هذا نفخروا بهم العملية كانت دقيقة برشة وحساسة الكيست كان موجود في المنطقة حساسة في الرأسية منطقة الحركة تعليد والساق 14 يوم اللي دخلت السبيطار من اللي فقنا بالورم والحمد لله وكل اللي عملية بالنجاح وهذا إنجاز كبير ما نفخروا به هنا في مستشفى فاطومة بوركب تعاون طبي بين القطاع العام والخاص مكنا من نجاح عملية جراحية نوعية في سابقة أولى من نوعها ما أعطى المريضة فرصة أخرى لممارسة حياتها الطبيعية دون أي مضاعفات ويعد تعميم هذه التجربة مكسبا للمجموعة الوطنية ولعشرات المرضى الذين هم بقائمة الانتظار ترجمة نانسي قنقر